ومتبعة لتطورات في أفغانستان ينضم إلينا من كابل مراسل الغد عبدالله نادري يعني عبدالله أصداء تسجيل المل عبدالغني برادر نعم هو ظهر اليوم في مقطع فيديو وقال في هذا المقطع إنه في صحة جيدة وأن الأنباء التي وردت أو كانت هناك موجة عارمة في الإعلام المحلي هناك وكذلك في السوشال ميديا بأن هذه الأنباء غير صحيحة وهي كاذبة وقال كذلك إنه لا توجد هناك اختلافات بين قادة طالبان بحسب قراءة المحللين الساسة الأفغان هنا فإن هناك اختلافات ولكن هذه الاختلافات ليست جذرية ولا تصل إلى حد القتل أو إطلاق النار على الجانب المخالف هناك نعم مشاهدات كلامية وهذا ما تصرح به كذلك طالبان بأن هناك اختلافات في تشكيلة وهيكلة الحكومة المقبلة ويبدو أن طالبان كذلك بعضهم غير راضين عن التشكيلة السابقة التي أعلنتها طالبان قبل أسبوعين وهذا كذلك قراءة لبعض الساسة هنا بأن هذه التشكيلة ليست شاملة ولم تحتوي كذلك على اسم من أسماء أي عضو من أعضاء الأحزاب السياسية وكذلك هناك جماعات سياسية أخرى كما هناك جماعات وأحزاب جهادية التي قاتلت الروس وبالتالي التشكيلة التي وصفتها كذلك طالبان نفسها بأنها تشكيلة ناقصة وبأنها ستكتمل وبأن طالبان الآن في طريقها إلى إعلان تشكيلة أخرى في العموم هناك اختلافات وهذه الاختلافات عبدالله ماذا عن المساعدات الأممية والدولية التي قدمت لأفغانسان خاصة بعد إعلان الحركة حركة طالبان ناس تقدم تلك المساعدات لأقليم جانشير في آخر مؤتمر صحفي وزير الخارجية الأفغاني الحالي أمير خان متقي قال شكر المجتمع الدولي الدول التي قامت بتقديم هذه المساعدات إلى الشعب الأفغاني وذكر أن هذه المساعدات ستصل إلى المستحقين في الأراضي الأفغانية وما أكثر هؤلاء المستحقين في آخر التقارير كذلك قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة للاجئين والعائدين الأفغان إلى الأراضي الأفغانية قال إن عدد النازحين الداخليين داخل الأراضي الأفغانية يصل عددهم إلى خمسة ونيف مليون نازح داخل جراء الحروب الأخيرة الآن كانت اليوم هناك مجلس أو اجتماع لمجلس الوزراء برئاسة الملة محمد حسن أخن وهو الرئيس الوزراء الحالي قال واتفق مجلس الزراء على أن هذه المساعدات التي تم إحضارها مؤخرا إلى الأراضي الأفغانية يجب أن يتم توزيعها في مقاطعة بانشير التي شهدت حربر وكذلك شهدت محاصرة من عناصر طالبان تقريبا ثلاثة أسابيع وبالتالي هناك شح ونقص حاد في المواد الغذائية وأمرت الجهات الطالبانية بتوزيع هذه المساعدات الإغاثية سواء كانت مواد غذائية أو الطبية في هذه المقاطعة ويبدو أن هذه المساعدات التي وصلت العاصمة كابل سيتم توزيعها في مقاطعة بانشير وذلك لأن مقاطعة بانشير تقترب من العاصمة الأفغانية كابل أما المساعدات التي وصلت إلى مقاطعة خوست ومقاطعة قندهر الجنوبية ومقاطعة بلخة الشمالية التي وصلت إليها 44 طن من المواد الغذائية والإمدادات الطبية تم توزيعها وسيتم توزيعها هناك هذه المساعدات التي قدمت للحكومة أو للشعب الأفغاني سيتم استخدامها وتوزيعها أو صرفها لشعب الأفغاني عبر مؤسسات أممية وكذلك عبر مؤسسات خيرية دولية ومحلية هنا ولكن النازحون يبدو أنهم في أمس الحاجة إلى هذه المساعدات وذلك لأن النازحين الآن لديهم مخيمات كبيرة وهذه المخيمات الخمسة الكبيرة منذ عشرين عاما في العاصمة كابل هنا أما النازحون الجدد فحالتهم ووضعهم كارثي للغاية ونحن بحسب المشاهدة رأيناهم يعيشون في منتزا شكرا عبدالله نادر مراسل الغد كنت معنا من كابل شكرا جزيلا لك شكرا